بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله تعالى نكمل حصة الخامسة بحصة التأسيس وبدنا نتعرض لموضوع رح يمر عليكم العام القادم وبكثرة اللي هو موضوع الشغل والطاقة نبدأ بموضوع الشغل أرى عليكم بالسنة والتسابق الشغل طلع شو دي أكتب إذا أثرت إذا أثرت قوة مقدارها كم يا أخوان مقدارها إف على جسم أثرت قوة على جسم وظل الجسم طلعها وظل الجسم يتحرك بفعل القوة يعني ما انقطعت عنه القوة بفعل القوة مسافة مقدارها كم دي مثلاً أو أي رمز إكس فإن هذه القوة فإن هذه القوة تبذل تبذل على الجسم شغل وهذا الشغل يرمز له بالرمز دابليو يعني أنفهم أكثر وأكثر عنده هون جسم هذا جسم هذا سطح طبعاً سطح أفقي هذا اللوان عبارة عن سطح إيش؟ سطح أفقي طبعاً كل الحركات اللي احنا بدوسها حركات أفقية وفي حركات دائرية بعدين وهذا جسم ساكن هذا جسم ساكن يعني سرعة الابتدائي كم تساوي صفر وكتلة أم أثرت عليه قوة مقدارها إف وتحرك الجسم أي حركة مين؟ حركة الجسم بهذا الاتجاه وظل الجسم يتحرك بفعل القوة ما انقطعت القوة على الجسمها فإن هذه القوة تكون قد بدلت على الجسم شغل يعني زي ما تجيب شوال رز وتظلك الجرفي الجرفي جرفي جرفي وتطلعه درج وتنزله ودنيا وكذا انت بتكون تبدل على هذا الشوال ايه؟ الشغل وفعلاً بتشعر بتاعه بما انت هذا الشغل يا أخوان يحسب بالعلاقة W ساوي F D كوساين ثيتا وأحب كل الشو دخل ثيتا هون شيه إما ثيتا هاي W يساوي F D كوساين ثيتا أولاً F هي الفورس كتبناها فوق اللي هي القوة دي المسافة التي قطعها الجسم تحت تأثير القوة ديروا بالكم ها دي افرضوا القوة أثرت على الجسم عشرة متر ورفعنا ايدنا عن الجسم ومشي له كمان سحسل ولا راح ولا هون كمان سبع متر بس بنوخذ المسافة اللي كم مقدارها عشرة متر تحت تأثير القوة طيب ثيتا ايش هي ثيتا؟ ثيتا هي الزاوية الزاوية ايش؟ الزاوية المحصورة بين اتجاه القوة القوة المطلوب طلحها القوة المطلوب حساب شغلها بين اتجاه القوة المطلب واضحها بالتفصيل واتجاه الحركة واتجاه ايش؟ واتجاه الحركة هذا موضوع بالزمنا ديروا بالكم ها اسقابي المكمل وحدة الشغل ايش هي؟ بابليو يساوي اف دي كو ساين ثيتا الا الوحدة النيوتن القوة وحدتها ايش؟ النيوتن وهاي متر النيوتن في متر هاي بيسموها جول هاي بيسموها ايش؟ جول ويرمز لها بهذا الرمز تقاس بوحدة ايش؟ تقاس بوحدة الجول واذا بدكم تحطوا محل النيوتن اللي هو ايش؟ وحدة القوة والقوة ايش تساوي ام ايه؟ اللي هو ايه؟ تسارع وحدته ايش؟ وهيها اذا بدكم النيوتن يساوي متر على ثاني تربيع هاي وحدة مين؟ التسارع ام ايه؟ ام ايه؟ في ايش مضروبة؟ في كيلو جرام واخذنا هاي مرة معنا للعلم هذا هو الشغل معناته اي قوة بتأثر على الجسم وبتمشي مسافة معينة هذه القوة تكون قد بدلت على الجسم شغل يساوي ايش؟ يساوي حاصل ضرب القوة في المسافة في الزاوية المحصورة بين اتجاهي القوة المراد حساب شغلها ايش كمان؟ والحركة يعني اعطي مثال اعطي هون ايش؟ اعطي مثال اوضوع بسيط نعطي مثال طبعا ملايين الامثل عليها عنده هون جسم هذا جسم اثرت عليه قوة اي قوة مقدارها مثلا ستين انيوتن وتحرك الجسم بهذا الاتجاه اي حرك احسب الله ها شو المطلوب؟ احسب شغل القوة اف بده شغل القوة اف بعد ان يقطع بعد ان يقطع الجسم خمسة متر بعد ان يقطع الجسم كم؟ خمسة متر شوفوا هلأ افرضوا انا جريت او القوة اثرت على الجسم خمسة متر وبس وراحت القوة مش مليون متر مليش فيها خلص انا الي في المسافة تحت تأثير القوة و الشغل يساوي اف دي كوساين ثيتا ويساوي اف اللي هي القوة ستين المسافة المقطوعة خمسة اا كوساين ثيتا ايش هي الزاوية بين القوة والحركة هاي القوة هيك وهاي الحركيك وإحنا قلنا اي كميتين بنفس الاتجاه الزاو بينهما صفر ذكرتوا هذا الكلام اي كميتين بنفس الاتجاه الزاو بينهما صفر واي كميتين متعاكستين الزاو بينهما ميت ثمانين واعذر من انذرها والزلم ينساها ضرب كوساين الصفر وكلكم عارفين انه كوساين الصفر كم يساوي اصبت هاي كوساين الصفر ايش يساوي كوساين الصفر يساوي واحد ويساوي ثلاثمئة ايش ويساوي ثلاثمئة جول ناخذ مثال اخر طلعوا المثال الاخر طلعوا المثال الاخر هاي عندي هون كمان ايش كمان مثال انه هون جسم هاي جسم اثرت عليه قوة بهذا الاتجاه مقدارها اف ون ساوي ميت نيوتن ساوي ميت نيوتن تحرك بهذا الاتجاه وفي قوة تعاكسها مقدارها اف تو يساوي 20 نيوتن 20 ايش نيوتن طلعوا شو بدي منك هلا هاي بتبدل شغل وهاي كمان بتبدل شغل قوتين فيش فرق بينهم صح ولا كلاهما يبدل شغل بس طلعوا شو الفرق بينهم احسب شغل اف ون احسب شغل ايش اف ون بعد مسافة كم بعد مسافة تساوي خمسة متر بدي شغل مين اف ون باكتب له ضابل يو اف يعني شغل القوة اف ايش يساوي ساوي اف ون في د في كوساين ثيتا ويساوي اف ون كم مية انا بدي شغل اف ون مالو ملاي هلا معها مية ضرب المسافة خمسة عرف ثيتا الزاوية المحصورة بين القوة المراد حساب شغلها والحركة الزاوية بين اف ون وبين الحركة صفر اذا كوساين ايش كوساين الصفر كوساين الصفر واحد شو بطلع الجواب عنا بطلع الجواب يساوي خمسمائة جول خمسمائة ايش جول فيه كمان مطلوب احسب يا سلام علينا احسب شغل اف تو بدنا نحسب شغل مين اف تو بعد مسافة تساوي كمان خمسة متر بده شغل مين الآن بده شغل اف تو بسيطة باكتب باكتب ضاب يو اف تو يعني شغل اف تو ايش يساوي ساوي اف تو في د في كوساين ثيتا ويساوي اف تو ايكوال وط ايكوال عشرين ودي كم المسافة خمسة اجاك الموت يا تارك الصلاة عرف ثيتا ثيتا الزاوي المحصورة بين اف تو والحرك لاحظ الحرك شرقا واف تو غربا متعاكستين اي كميتين بنفس الاتجاه زاوبين وما صفر اي كميتين متعاكستين زاوبين وكم مية وثمانين وجتل مية وثمانين يا اخوان سالب واحد بطلع الجواب ناقص مية ايش ناقص مية جول ناقص مية جول ناخذ كمان مثال ناخذ كمان مثال ونشوف هاي عنده هون جسم هذا جسم كتلة خمسة كيلو جرام يلا نصعب شوي اثرت عليه قوة مقدارها فون ساوي كم ساوي ثمانين نيوتن ساوي ثمانين نيوتن وهاي الزاوية كم مقدارها هاي الزاوية مقدارها ستين هاي الزاوية مقدارها ايش مقدارها ستين وفيه عنده هون كمان قوة هاي القوة فتو ساوي كم ساوي عشر اول طرق بدي اياه منكم احسب تسارع الجسم بدنا نرجع لايش لتسارع الجسم عنا تفقنا نحلل هاي القوة تفقنا ايش نحلل او بلاش نحسب التسارع خلاص كلكم اخذنا عليه امثلة هاي خذنا عليه امثلة يعني بدك تحلل القوة وطلع تكتب لي التسارع اللي مجموع القوة يساوي مي اخذنا عليه امثلة كثير بلاش اول طلب بدي اياه احسب شغل F1 بدي شغل F1 بعد مسافة خمسة متر بدي شغل F1 ونشي باجي بقول له W F1 ايش ساوي ساوي F1 في D في كوساين ثيتا ويساوي F1 ثمانين ضرب المسافة المقطوعة خمسة مسافة المقطوعة ساوي كم ساوي خمسة ضرب خمسة ضرب آه شغل الخمسة مش عجبتي الخمسة هاي الخمسة مش عجبتي ضرب خمسة ضرب كوساين من يعرف ثيتا ايش هي الزاوي المحصورة بين القوة والحركة هاي الحركة هاي انا معطيكم هنا ايش اتجاه الحركة ثيتا لحظة خذنا ثيتا مرة صفر ومرة مئة ثمانين ومرة ستين ضرب كوساين ايش ضرب كوساين الستين ويساوي F1 كمان مرة ثمانين ضرب خمسة كوساين الستين يعطى بالسؤال نص ويساوي فيا واحد فيا اربعين ويساوي متين جول في كمان طلب بدي اطلبه احسب شغل F2 طلع اثنين احسب شغل ايش احسب شغل F2 بعد مثلا سبعة متر بعد سبعة ايش متر ولا شي بكتب له W F2 يعني شغل F2 يساوي F2 في دي في كوساين ثيتا F2 كم تساوي عشرة ودي كم تساوي سبعة ضرب كوساين عرف ثيتا اللي هون طلعوا ثيتا اللي هون الزاوي المحصورة بين F1 والحرك بين F1 بين F1 والحرك اللي ستين هلا حال الثاني ثيتا زاوي محصورة بين F2 والحرك اللي كم تساوي تساوي المية ثمانين إذن هون كوساين المية وثمانين وبطلع الجواب كم بطلع الجواب ناقص سبعين إيش ناقص سبعين جول هذا هو الشغل فيه كما عندنا نتطرق لما ملاحظوا قالوا الشغل بسيط وبالزمنة طرح ديروا بالكم ويقاس بوحدة إيش الجول عندنا الطاقة الحركية نوخ الصفحة جديدة الطاقة الحركية الطاقة الحركية اسمعوا قصة الطاقة الحركية إيش هي الطاقة الحركية أي أو بلاش إذا إذا أثرت شو هالإذا هاي بتخزين هاي أشطب هم الخط على هذا اللوح أنا خط شنع أصلا أصلا خط بشعب تخيل مع اللوح زي هو وطلع بشعب بشعب إذا إذا إيش إذا أثرت قوة على جسم وتحرك الجسم تحت تأثير القوة تحت تأثير القوة ولا شو رأي نعطيكم نربطها بالشغل ولا بلاش نربطها بالشغل لأنه الطاقة الحركية بتظل شغالة على طول يعني الطاقة الحركية بتظل إيش شغالة خالص إذا أثرت قوة على جسم وتحرك الجسم تحت تأثير القوة مسافة فإن فإن إيش فإن القوة تبذل على الجسم إيش شغل تبذل على الجسم شغل طب وين بروح الشغل هذا متحرك الجسم يختزم في الجسم على شكل طاقة إسم طاقة إيش حركية بس هون لو ظل الجسم حتى رفعنا القوة وظل شغال بظل مع طاقة حركية فإن القوة تبذل على الجسم شغل يختزن يختزن في الجسم على شكل إيش على شكل طاقة تسمى طاقة حركية تسمى طاقة حركية ويرمز لها بالرمز كي إي كي إي كائنتك إنرجي طاقة إيش حركية على أية حال أي جسم أي جسم له كتلة له إيش كتلة يعني ماس وله سرعة وله سرعة مقدارها فيه هذا الجسم خلص يمتلك طاقة إيش يمتلك طاقة حركية اللي هي رمزة إيش كائنتك إيش هلا لما تأثر قوة على الجسم هلا الجسم ساكن شوال الرز ساكن أثرنا عليه بقوة مش بسرعة معينة وين راح الشغل اللي بدلته على الشوال تخزن فيها شكل طاقة حركية وباختصار شديد أي جسم له كتلة وله سرعة يمتلك إشي اسمه طاقة حركية وضرورة تحفظوه قانون طاقة الحركية لمعلومات وضرورة الطاقة حركية تساوي نص M V تربيع ويقاس بوحدة إيش يقاس بوحدة جول أو الطاقة الحركية تقاس بوحدة إيش الجول الطاقة الحركية تساوي نص M V تربيع M كتلة وV مربع إيش السرعة V مربع السرعة نأخذ مثال هذا تذكير لكم بس يعني مثال اسمعوا شو المثال هذا جسم هذا جسم كتلته 2 كيلو جرام 2 كيلو جرام ساكن أثرت عليه قوة F1 بهذا الاتجاه مقدارها 100 نيوتن وأثرت عليه قوة بالاتجاه المعاكس مقدارها F2 تساوي كم تساوي 90 نيوتن تساوي 90 نيوتن هذا الجسم بيتحرك هذا الجسم بتحرك بهذا الاتجاه وبصير له سرعة بصير له إيش بصير له سرعة وبصير له طاقة حركية احسب طلحه احسب طاقة حركة الجسم بعد مضي زمن مقداره كم بعد مضي زمن مقداره خمسة بلا بلاش خمسة لأن راح يطلع التسارع معنا خمسة بعد مضي زمن مقداره مثلا عشر ثانية بعد مضي زمن مقداره كم عشر ثانية هذا الجسم كان ساكن طبعا سرعة الابتدائية كم تساوي صفر يعني إذا السؤال ما ذكر أنه فيه سرعة ابتدائية بنعتبر السرعة ابتدائية كم صفر هذا الجسم أثر عليه قوتين بغض نظر مهم شي إلو كتلة وإلو سرعة معناته إلو إيش إلو طاقة حركية بديو الطاقة الحركية باكتب له الطاقة الحركية كانت ساوي نص m v تربيع وي ساوي نص الكتلة ساوي اثنين ضرب v تربيع مجهولة آي معادل رقم إيش واحد أوعد كل v تساوي صفر بقول لك احسب طاقة حركة الجسم بعد مضي زمن مقداره عشر ثوانية كان متحرك كله سرعة بدك تطلع v بدك تطلع إيش بدك تطلع v كيب أطلع v نطلع تسارع الجسم أذكركم سيجما f يساوي m a سيجما f مية ناقص تسعين أخذ هذا الكلام مركزنا عنه مش كويس أزعين مسرع أنا مش مسرع إنه أخذناه يساوي اثنين في ايه معناته عشرة يساوي 2 ايه إذن التسارع يساوي خمسة متر لكل ثانية تربية أوكي تمام بعدين شو بروح نسوي بعدين منطلع السرعة دك طلع السرعة بعد مضي خمس عشر ثواني أخذنا قانون يقول V2 يساوي V1 زائد AT وأحب بقول ليش اخترت هذا القانون لأنه بد السرعة بدلالة الزمن لو بده بعد مسافة معينة في قانون آخر تعلمنا عليهم مضبوط يا أخواني V2 يساوي V1 صفر زائد التسارع خمسة مضبوط تسارع خمسة ضرب الزمن كم عشرة تطلع سرعته كم تساوي خمسين متر لكل ثانية أنا بديش لا هاي ولا بدي الطاقة الحركية باجي باكتب له نرجع كم مرة الطاقة الحركية كاينتك نرجي ساوي نص ضرب الكتل اثنين ضرب ايش مربع السرعة اكتبها كم مرة القانون بعينها الله مش مشكلة ها هاي نكتبه كمان ايش كمان مرة يساوي نص ام في تربيع ويساوي نص ضرب الكتل اثنين السرعة اللي طلعت معاي كم خمسين الكل ايش الكل تربيع هاي اثنين مع اثنين بتروح بطلع الجواب يساوي الفين وخمسمية ايش خمسمية جول هاي الطاقة الحركية مديش يعني والله يعز علي اطلع من الموضوع بدون ما انبهكم في طاقة اسمها طاقة وضع طاقة اسمها طاقة وضع ناشئة عن مين عن الجاذبية الارضية افرضوا جبنا صندوق على الارض ورفعنا الارتفاع خمسمتر نبذل عليه شغل وين الشغل بروح يختزم في هذا الجسم على شكل طاقة اسمها طاقة وضع ناشئة عن الجاذبية ايش ناشئة عن الجاذبية الارضية جسم هذا جسم طلعوا هاي عنده هون عمارة وهاي جسم رفعنا الجسم وحطنا وين اصطها العمارة هل نبذل عليه شغل نعم ببذل عليه الشغل وين راح الشغل بعد ما سكن الجسم وين راح الشغل يختزم في الجسم على شكل طاقة اسمها طاقة وضع ناشئة عن الجاذب الارضية والدليل والدليل على ذلك إذا الجسم سقط بسقط لحاله في جدعاء سقط وانا وبصير له سرعة ويصرف هذه الطاقة لتتحول إلى طاقة حرك هاي انا رفعت الجسم من هون وحطيت هون بذلت عني شغل وين راح الشغل تخزن فيه على شكل طاقة وضع اسمه طاقة وضع ناشئ على الجذبية الارضية والدليل على ذلك إذا تركته بسقط بصير له سرعة بصير له طاقة حركية طب من وين جت الطاقة الحركية تتحول طاقة الوضع للجسم وهو نازل إلى طاقة إيش إلى طاقة حركية يعني هاي عنده هون هاي عمارة مثلا هاي عمارة ترتفع عن الارض مسافة مقدارها واي وعنده هون جسم كتلته ام رفعناه من هون وحطنا هون طلعها حطنا وين حطنا هون طلعها إذا إذا إيش إذا رفع إذا أيش اكتلكم إياها إذا رفع جسم كتلته ساوي ام من على سطح الارض إلى ارتفاع معين الارتفاع معين أسمي أنا إيش إتش نبذل على إيش يا أخوان على الجسم شغل وين بروح يختزن يختزن في الجسم على شكل على شكل إيش طاقة إسمها طاقة وضاء ناشئة ناشئة عن مين ناشئة عن الجاذبية الأرضية طلعا ناشئة عن الجاذبية الأرضية وهاي الطاقة يرمز ذهاب الرمز إيش PE potential energy وتقاس بإيش وتقاس بالجول تقاس بوحدة شو بوحدة الجول أي بسموها potential energy أو طاقة إيش الوضع ولمعلوماتكم طاقة الوضع طاقة الوضع ساوي M G H M G H طبعا G هنا إيش G أنتوا عارفين التسارع الجاذبية الأرضية تسعة وثمانية بالعشرة متر لكل ثانية تربية هاي اسمها تلاحظ هاي لما نرفع جسم من على سطح الأرض لارتفاع معين نبدل عنه شغل طب حتى لا ارتفاع معين وين راح الشغل يختزم فيها على شكل الطاقة اسمها طاقة توضع ناشئة الجيب الأرضية والدليل على ذلك لو سقط الجسم لحاله بسقط مش إحنا والله من سقط لا لحاله بقول يا الله بصر له سرعة يعني صار له طاقة حركية طب من وين الطاقة الحركية تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركية لأن الطاقة محفوظة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تحول من شكل لآخر وهذا موضوع طويل ما إحنا بغنى عنه نأخذ مثال مثال طلع ماذا يقول المثال احسب احسب طاقة وضع جسم كتلته ساوي خمسة كيلو جرام موضوع على سطح طاولة ارتفاعها ثمانين ارتفاعها كم ارتفاعها يساوي ثمانين سانطيمتر لاحظ سانطيمتر اعتبر طالت اقول لك اعتبر جي يساوي عشرة متر لكل ثاني تربية ولا شيء باجب اقول له طاقة الوضع بتنشه الانرجي يساوي م جي اتش او طبعا يا اخوان بدي مر معاك هذا الكلام بس رح مر معاك انت بتكون متذكر وهيك لو كان اوسع شوي متدرش احنا نتوسع بصير دورة رسمية بعدين وبتزهق منا الكتلة كم تساوي خمس كيلو جرام تسارع الجذبية الارضية عشرة ضرب الارتفاع ثمانين سانطيمتر باكتب ثمانين وباقسمها عالمية ليش عالمية نحول الى متر نحول من سانطيمتر الى ايش الى متر ديروا باتكم اي بتعرفوها وي ساوي صفر اثنين مع هاي بطلع الجواب اربعين ايش اربعين جول فلاحظوا فيه عندنا الطاقات نعين طاقة وضع وطاقة ايش وطاقة حركة وعندنا ايش كمان شغل ولاحظوا الشغل الى علاقة الشغل المبذول اما ان يتحول الى طاقة وضع في حال ترفع الجسم لاعلى واما ان يتحول الى طاقة حركية في حال ان الجسم مشي بصورة ايش مشي بصورة وفقية مشي بصورة وفقية وطبعا طاقة الوضع بتحول لحركة والحركة لوضع وهذا في عنا انظم بسموها نظام محافظ نظام غير محافظ بتضيع الطاقة ما هذا موضوع طويل جدا احنا بدنا الاشياء اللي بنلزمها في طالب كل اكسان طبعية امثلة مباشرة سريعة وهي رح تمر معاك انت كمفهوم لازم تكون عارفه مشان تمشي بالمادة القديمة ان شاء الله والله اعطيكم الفعافية في الدرس القادم